الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث فينا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عنوان هذه الحلقة هو فتنة المال شوفوا بارك الله فيكم من قسرة ما نتفتن بالمال من قسرة حبنا للمال نقع في الحرام فمن أجل المال من أجل المال باش نديوه أكلنا أموال اليتامة إن الذين يأكلون أموال اليتامة إنما يأكلون في بطونهم نارة وسيصلون سعيرة دينا أموال يتامة من حبنا للمال باش نحوزه باش نديوه أموال الورثة من حبنا للمال درنا المعاملات الرباوية باش نديوه بزاف باش نربحه بزاف فوقعنا في الربا من حبنا من فتنة المال اللي تفتننا به وقعنا في الرشوة وأكلنا السحت الحرام أعاذنا الله وإياكم من فتنة المال وحبنا للمال ونديوه بأي طريقة زورنا وغيرنا وبدلنا وصلنا حتى شهدنا شهادة الزور على باش نربحه باش ندوه بزاف باش نخليه لي كونت مع مرين باش نديروا الدوفيز باش نديروا الأرباح الكثيرة كما قال ربي في القرآن الكريم يجمع المال ويحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وكراك تجمع فيه هم بعد شهدر به رح تموت وستتركه للورفة فليس للإنسان من ماله إلا ما أكل فأثنى وليس له من ماله إلا ما لبس فأبلى أو تصدق فأبقى وما سوى ذلكم من ماله فهو للورفة لي كليت أفنيته واللي لبست أبليته وما تصدقت به أدك ليبقى مرة النبي صلى الله عليه وسلم دبح شات وقالوا مع عليه الصلاة والسلام تصدقوا بها نادوا صدقوها لما رجع عليه الصلاة والسلام البيت يكلم عائشة رضي الله عنها يقولوا اجدرتوا بالشات قتلوا ذهبت كلها كلها رحت وابقى الكتف انتحا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا لا قالها بقيت كلها وذهب كتفها اللي كلنا هو اللي راح أما ما تصدقنا به هو اللي بقى وربي يحفظ لنا الأجر فيما تصدقنا فالصدق في المال الذي أخرجناه صدق لله سبحانه تبارك وتعالى انتا غايتك هنا مش المال غايتك هنا تعبد ربي المال المال واسيلا وينتهي المال هذا يروح المال هذا خمم وفكر وش تلقى عند ربي سبحانه وتعالى وهذا ما يمنعش إن الإنسان يجمع المال ويدير به الخير ويدير به الصالحات فنعم المال الصالح للعبد الصالح ولكن كاين حاجة جميع اللي يجمع المال وينفق المال من الآن من الآن يوجد روحه للسؤال عند ربي إذا ما رجع وكان واقف بين يدينا ربي ربي يسأله عن سؤالين في الحقيقة هم أربعة يسأله ربي على الجسد انتاعه فيما أبلاه ولا فيما أفناه فيما أبلاه والجسم انتاعه فيما أفناه طيب الوقت الوقت انتاعه يعني وين صرف الوقت انتاعه والجسم انتاعه وش دار به ويسأله ربي عن المال من أين أتيت به منين جبته انتبه لخش ليوصل عندنا الزمان وهنا عايشينه الإنسان لا يأبه بأي طريق حصل فيه هذا المال المهم يجيب حلال حرامي جوز ما يجيز لا يهمه المهم يجمع المال ويدير الثروة فالله يسأله ربي يسأله منين جبت المال وربي يسأله فيما أنفقت هذا المال فهو مسؤول عند الله سبحانه تبارك وتعالى واليوم شفوا المال وش دار في الرجال وش دار في النساء وش دار في الشباب وش دار في الناس وصلوا الناس يقتلوا الناس من أجل المال واتطيح الروح المعصومة من أجل المال ووقع التباغذ والتشاجر والخصومة من أجل المال والناس متناثين والناس ما يكلموش بعضهم الأرحام الأرحام مقطعة الأرحام ما يوصلوش بعضهم تعرفوا علاش علاج المال علاج العقار علاج الورث شفوا ماذا صنع فينا المال آثاره السيئة فينا علاش لا خطر شما عرفناش نستعملوه ومحبناش نستعملو المال كما أمرنا الله عز وجل فكانت النتيجة ما ترونه وما تسمعون هذا أخوك يقولك ما واش خويا ما نهضرش معه علاج ادى الميراث تعبابة وده وحده وفلان هذا حبيبك لا ما وليش حبيبي علاج درت أنا وياه شاركة وخرج علي طريق وده المال فلان هذا حبيبتك لا ما ويش حبيبتي كلفتها باش تشيري لي واحد القضية ودت لي المال ووزلتني وخرجتني يديه فوق راسي قطعت الأواصر بين الناس والخصومة والشجار بين الناس والنزاع بين الناس والضرب والسب والشتم والقتل بين الناس من أجلي من أجلي المال والحب اليوم نحب الناس هل جل مالهم وهذو كلي عندهم المال يفسيدون في الأرض ما نقدرش نقولوا عليهم مفسيدون في الأرض تعرفوا علاش خدش عندهم الدراهم وحبناهم ما حبناهمش لله حبناهم من أجل مالهم هذه المصيبة وأرى الناس قد مالوا إلى من عنده المال ومن لا عنده مال فالناس عنه قد مالوا حتى الدنيا هذي كما يقولوا عوامنا الدنيا قعب المال لوجه شوفوا غرف الجنائز واحد فقير من يحضر جنازته في العرس داع الفقير من يحضر في عرسه لكن إذا كان من أرباب الأموال وما عنده حتى علاقة بالصلاح والفلاح عنده المال ويفسد بماله فوق الأرض ولكن الناس يتملقون ويتزلفون له تعرفوا علاش لا خطرش عنده المال وإذا قال يقوله هو الصادق وإذا حكم يقوله هو العدل وانقلبت علينا الموازين وصارت المقاييس سبحان الله العلي العظيم من عنده المال فلا قيم ولا مبادئ فلا دين ولا أمأن ولا عهود المال فتنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة أمة المال بدليل كم أشغلتنا الأموال عن عبادة الله كم أشغلتنا الأموال عن ذكر الله كم أبعدتنا الأموال عن الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون كم من تجارة شغلتنا عن الصلوات وكم من تجارة ألهتنا عن مجالس العلم والمواعظ والذكرى كم من الأموال كانت سببا في تركنا للدين وتركنا لأداء الفرائض والواجبات إنه المال الذي أبعدنا عن الرحمن سبحانه تبارك وتعالى المال دين فيه الدك تكون أنت الذي يتحكم فيه لكن إذا تربع المال على قلوبنا نتقود من وذننا ونروح إلى ونروح إلى الهاوية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم إلى الصراط المستقيم وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم أفرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين واقضي الدين عن المدينين واشف الله ما مرضانا ومرضى المسلمين واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر